السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تطلقنا طبعا بمكون التربية المدنية القسم السادس الجديد في الاجتماعية المرشة طبعا والدرس السادس أحلل منتجا إعلاميا نعم إذن الهدف هو تنمية قدراتي على تحليل منتجات إعلامية والتخطيط لمشروع إعلامي في إطار قسمنا نعم هنا سنبدأ سورة الثانية أمهد لتعلومي تلعب وسائل الإعلامي ومكوناتها التقليدية والحديثة دورا هاما في حياتنا اليومية على مستوى الأخبار والتثقيف والترفيه كيف أحلل منتجا إعلاميا مثال طبعا حول البيئة كيف أدرس منتجين إعلاميين مختلفين حول نفس الموضوع كيف أخططه لإنجاز مشروع طبعا إعلامي في إطار طبعا جماعي إذن هذا هو طبعا الدرسينا نمر إلى النشاط نعم 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 إذن نمر إلى النشاط إذن أتعرف كيفية تحليل منتج إعلامي طبعا ما قال صحفي أتعرف مراحل صنع الخبر طبعا ليشكلها طبعا منتجا إعلاميا إذن هذا المراحل أولا أتبع هذه المراحل ثم أكتب فقرة في علاقة كل مرحلة بأخرى انطلاقة محادثة حملت تنظيف شاطئ بدوزة طبعا بدوزة إذن لدينا لولا الحدث نعم ثم طبعا لدينا وصول خبر صحفي اتخاذ القرار إنجاز طبعا التغطية إعلامية سياغة وإخراج وأخيرا إخبار الجمهور إذن هذه المراحل طبعا مهمة بزاف لصنع الخبر اللي هو يصبح منتج إعلامي إذن أحدد المراحل التي تطلب مجهودا أكثر وعلى جوابه سنرى نعم مراحل إذن قال لك هنا سنرى إذن المراحل التي تطلب مجهودا أكثر هي إنجاز تغطية نعم إنجاز تغطية بالنسبة لها هو الرابع لأج لأن مما يتطلب البحث عن بشكل مكتف عن المعلومات التي تتعلقوا طبعا بالموضوع وعاد مصدرها حتى نتأكد من صحتها أو من صحتها أو خطئها نعم سنعود إذن هنا هددنا مرحلة من المراحل التي تكون صحبة هي مرحلة إنجاز تغطية هنا أتعرف مكونات المقال الصحفي وشبكة قراءته نعم أقرأ الوثيقات نعم هنا مقال الصحفي إخباري وهذا نعم 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 شبكة قراءة يعني الحرم المقلوب وهذا الحرم المقلوب هو يعني وحيط طريقة معتمدة في مجال كتابة طبعا الصحفية في مجال كتابة الصحفية تقتدي طبعا البدء بأهم في الأخبار طبعا بدء بأهم في الأخبار طبعا لاحظوا الهرم المقلوب هذا هو إذن عدنا شبكة قراءة الهرم المقلوب أولا يخصيكون عنوان جذاب ثم معلومات مهمة جدا عاد معلومات طبعا مهمة ثم معلومات قد هم إذن بدء بالمعلومات مهمة جدا حتى نثير انتباه طبعا المتلقي وها طبعا الأسئلة للتحليل من ماذا أين ماذا والحدث أين وقع ثم متى وكيف ولماذا إذن هنا تفاصيل وأمثلة بالصور وهنا خاتمة إذن هذه مكونات المقال الصحفي نعم نصغر الصورة نعم إذن هذه مكونات المقال الصحفي إذن يعتمد طبعا الصحفي على الهرم المقلوب في مجال الكتابة الصحفية التي تقتدع البدء بأهم ما في الأخبار يعني البدء معلومات مهمة جدا بعدها معلومات مهمة فأقل أهمية للحصول طبعا معلومات معلومات مهمة فأقل أهمية الحصول على مقال صحفي نعم نمر طبعا إلى الفقر إذن هنا يسمى مقال المقال الإخباري كذلك لما نسميه لأنه ينطلق من معلومات الأكثر أهمية في عد تنازل إلى معلومات الأقل أهمية ننتقل إلى النشاط الموالي لهو أحلل نموذج مقال صحفي هو هذا طبعا عنوان ما عدناش طبعا قام 30 شابا وشابا طبعا لعدة جمعيات يوليوز الماضي بحملة لجمع الأكياس ومواد تواصيكية بشاطئ دبوزة إقليم أسافي تميزة هذه العملية التي استهدفت الحد من تلوط بحار بإشراك مصطافيين رجال ونساء وأطفال مخيم صيفي هذه الصفحة 139 صيفي في تصريح الإداءة المحلية أكد طه منصق المجموعة أن الحملة تدخل ضمن المبادرة واسعة تحت الشعار الحياة تحت الماء وهو المكون الرابع لإهداف التنمية المستدامة بالموازلات مع دعم التزال المغرم بقرارات مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيير المناخية نعم هذا هو المقال سنقوم بتحدي له أولا أكتب عنوان نعم أكتب عنوان يناسب هذا وعدنا هنا عنوان حملة تنظيف شاطئ بالدوزة عنوان آخر وأخيرا من أجل شاطئ نظيف هناك من أجل من أجل بيئة نظيفة شاطئ بالدوزة طبعا يبتاسم كنا مثلا من ذلك المقال قد نخذ التنمية المستدامة ما ركينا في المقال كنا طبعا الحياة تحت الماء فهذه عنوان شذابة هنا تم طلب مننا كيف نجيب عن أسئلة المقال يلمان نعم سنرى كيف نجيب عن أسئلة المقال هيا إذن ثم أوضح كيف نجيب عن هذه الأسئلة ونستنتج دورة إذن أولا كيف نجيب عن أسئلة من طبعا من هما ثلاث شابان وشابة ثم نجعلها هيا طبعا هيا هنا عندنا من ثلاثون شابين وشابين تموين إذن جمعيات ماذا إذن حمل لتنظيف شاطئ عبد الدوزة أين طرف شاطئ عبد الدوزة بإقليم أسافي لماذا الاستفادة من المرافق العمومي وهو حفاظا على سلامتنا وصحتنا وحسب النص طبعا الحد من تلوط بحركينا في النص الحد والأطفال والسعمال الإذاعة المحلية نعم ثم عدنا دور الصحفي أطلنا هذا السؤال دور الصحفي في دعم الحملاء هو نشر الخبر لماذا لتحسيس الناس للحفاظ على نظافة البيئة دعوتهم للمشاركة في حملات التنظيف للحد من التلوط البيئي وللحد من التلوط البحار أوضح دور طبعا مع تذير دور الصورة والنص توضيحي الهدف هو للتوضيح وتقريب الموضوع للمتلقي لشدي انتباه وأهمية ذكر المصدر كما جاء في السؤال للتأكد من صحة الخبر للتأكد من صحة الخبر قالوا أن أصف أحاسيس حادة تشارك في هذه الحملة أحاسيس حادة هي أن كانت مسرورة من خلال تعبيد لا فريحة حيث كانت مشاركة في هذه الحملة وقد ذكرت اسمها في مصدر المقال ذكرت اسمها في مصدر المقال نعم هنا طبعا نمر إلى الموالي وعدنا نكبر الصورة أميز بين الخبر الصحي والخبر الكاذب نعم هناك بعض المرات يكون خبر يعني كاذب بعاجل في إطار محاربة تفشي جائعة كوفيد ديزناف أطلقت السلطة الروسية في شوارع المدر الكبرى 500 أسد لإجبار سكانها البقاء في منازلهم وعدم مغادرتها لأي سبب من الأسباب أي يأتي هذا القرار بعدما عجزت الحملات التوعوية وتدخلات أمنية في إقناع عدد كبير من المواطنين الروس بضرورة إخلاء فضاء التجمعات كبرى للحد من انتقال العدوى بين السكان طبعا من خلال هذا الخبر يتبدو لأنه غير صادق ما يمكن أن دولة أن تقوم بنشطر الأسود في شوارع مدن طبعا ضد مواطنها لا أظن فهذه صورة غير صحيحة وغير حقيقية سنرى هذا الخبر هذا نعم هو هذا طبعا من هنا نعم قالوا أن هنا أولا أستعمل الشبكة الآتية لقراءة الخبر والصورة قالوا هنا هل المصدر الخبر موثوق طبعا لا لأنه فقط يعني غير فصائل الاتصال الجماعي ما كيش مصدر لهم هل تم تدول الخبر من طرف مصادر أخرى طبعا من هنا لا وهل الخبر قابل للتصديق طبعا ينبغي منطقيا أنه غير قابل للتصديق لأن طبعا الدولة طبعا الروسية أو غيرها لا يمكنها أن تقوم بنشر الأسود في شوارع ديالها شوارع الدولة نعم ثم هنا قالوا ثانيا يدعو السؤال لإعمال الفكر النقدي في هذا الإطار ونجوال الأسئلات إليها نحن في صفحة 140 إذا تقوموا الصورة واضحة أين تقع روسيا من النطاق المناقية طبعا فهي في النقطاق المعتدي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية هل تعيش في تلك المناطق نعم لا أظن أنه تعيش في تلك المناطق نعم نعم نشوف هل تعيش الأسوال في تلك نعم إذن نكبر الصورة هل طبعا أني تقع روسيا تقع في النصف الشمالي هل تعيش الأسوال في تلك المناطق نعم لا أظن أن الأسوال تعيش في تلك المناطق فقد عاشت لزمائن بعيد إذن في قرون ما قبل الميلاد إذن قلنا لا تعيش الأسوال في تلك المناطق طبعا هل من المعقول أن تطلق دولة أسوال أسوال سكانية باتاتا لا يمكن لأي دولة أن تطلق أسوال على سكان مدن مهما كانت الظروف هنا رأي كتبي لنا كنجي من الأسئلة الأسئلة الموجودة في كتاب سبعة سبعة مية واربعين ننتقل إلى النشاط الثاني والذي هنا نكبر الصورة أدرس منتجين إعلاميين مختلفين من حيث دعام حول موضوع واحد إذن هذا روبرتاج سمعي بصري يوم في السوق وهذا روبرتاج أو نعم سمعي صحافي مكتوب هذا إذن هذا مكتوب وهذا سمعي بصري التسوق إذن قرأت هذا مقال سوق السبت قديم رفع صورة سوق السبت قديم في كتاب بجهاز بن الله الخلفاء يأتيه الناس من عدة قبائل المهم هذا نص ستقرأ هنا في الكتاب هنا أقرأ جدولين ودعامات بالنسبة النص يجمع ضمن النص الروبرتاج رقم واحد والروبرتاج الثاني بالنسبة الصور ثابتة الصوت أما صور ثابتة 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 فيديو هنا فيديو بالنسبة لأسئلة أحد الدعامات التي تستعمل ودرناهم أبين تطبيق أسئلة تحليل على المنتجين نعم يمكن تطبيق أسئلة تحليل على المنتجين لأنها تطريق من المعلومات أكثر أهمية في عدد تنازلي إلى المعلومات أقل أهمية أعتذر على هذا نكمل الصفحة 111 إن شاء الله وأضع لكم في عباة الوصف شاء الله